أفرأيت إن متعناهم سنين هؤلاء الكفار الذين يتمتعون في الدنيا اليوم طيارات الدرجة الأولى سياحات فنادق خمسة نجوم سبعنجوم مراكب فارهة سيارات من آخر موديل يلبسون أحسن الملابس مما تنتجه الشركات العالمية عندهم أحسن الأجهزة وأحدث الأجهزة وآخر التقنيات عندهم قصور وخدم وحشم عندهم وعندهم لكن ما عندهم إيمان أفرأيت إن متعناهم سنين حتى لو عاشوا مية سنة ميتين سنة ألف سنة في النهاية سيموتون ماذا بعد الموت لو تمتع ألف سنة في هذه الدنيا بما فيها من الملذات والشهوات بعد ذلك سيقدم على ماذا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون طول التمتع سيدفع عنهم عذاب الله سيخفف عنهم عقاب الله لا إذن لن يستفيدوا شيئا من كل اللذات وكل الشهوات التي استمتعوا بها في الدنيا وسيأول حالهم في النار وفي العذاب وفي الضيق وفي الضنك وفي الجحيم وفي سقر وفي لضا التي لا تبقي ولا تذر نزاعت جلدة الرأس الشاوية الكاوية الحارقة السلاسل والأغلال والعقارب المقامع من حديد التي سيضربون بها وأوديت جهنم التي سيغوصون فيها ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وتحرق الداخل والخارج وكل أنواع السجن في النار والزقوم والشوك والغسلين وعذاب الحميم والضيق والأذى النفسي والبدني الذي سيعانونه كل هذا سيجعلهم لم يروا نعيما قط كأنهم ما مر عليهم أبداً أي شيء مما في هذه الدنيا لا قصور ولا مراكب ولا أجهزة ولا نساء ولا استمتاع كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر حقيقة لا ريب فيها الدنيا إلى زوال ونعيمها إلى ضمحلال سمي الدنيا لدنوها وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخر لهي الحيوان عن الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والله يقول عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه إصبعه في اليم حط الأصبع في البحر اغمسه اطلعه فلينظر بما يرجع فلينظر فلينظر بما ترجع هذه الأصبع رواه مسلم المشكلة نحن يعني القرآن ذكر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ولا يبقى للإنسان إلا ما قدم من خير أو شر الأيام مراحل وستصل الرواحل الأيام مراحل وستصل الرواحل قال الفضيل لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى فكيف نختار خزفا يفنى على ذهب يبقى الدار الفانية ليست نهاية المطاف ما في حساب الآن لكن ستأتي دار الحساب قال أحمد الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فمن لم يعمل هنا ندم هناك ألا تعتبر يا من خلق من تراب بمن صاره تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن عافس للذات والأكل والشراب ونافس الأصحاب والعشائر واتخذ الأحباب وجبع الأموال والذخائر فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه حتى ذهل عن الصواب وحل به الهول الذي يلقى فيه رب الأرباب رب الأرباب فلتعلم الحال والمآل أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين الممجد بين البشر وأين قصورهم الشامخات وأين محاسن تلك الصور تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر فالعمل العمل قبل بلوغ الأجل والجد الجد قبل أن تنحبس الأنفاس وينزل الجسد في اللحد اللهم وفقنا لما يرضيك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا يا مولانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ترجمة نانسي قنقر